لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله معي علب التونم صفية جدا جدا من الزيت ومعي بطاة صايا مضوسطة لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي مسلوقة ومهروسة زي ما انتم شايفين كويس واهروسوها وهي صخنة عشان تتهرس معيكو ايه حلو كويس ومعي هنا عودين بقدونس مع الطعام صغير قوي وممكن تستبدليهم بكسبرة او شبت حسب ما تحبي حسب رغبتك توابل بتاعتي هيبقى ملح فلفل اسود كسبرة وكمون التونة من الاسماك والاسماك بتحبك كمون جدا معي توم بدرة وممكن تستبدليه بتوم فرش صحيح ايتي ومعي هنا بابريكا بس للأسف انا لقيت البابريكا عندي خلصت فبقي شوية زيارين حطتهم بس انت حتي ايه حوالي ربع معلقة بابريكا بتبديها طعم حلوة اوزل بس هي دي كل المكونات معي التغليف بقى معي هنا بيت وعليه ملح وفلفل ونقطة خل على فكرة عشان اقضي على اي رحة زفرة خالص وهنا بقصومات على دقيقة طمام؟ هسيب التغليف دلوقتي وهبتدي احط المكونات دي كلها كده على بعضها واخلتهم كويس جدا جدا لغاية ما كل المكونات تتجنس مع بعضها سهلة وبسيطة خالص ما بتاخدش اي وقت وطعمه كمان بيبقى حلوة قوي اهيه عشان البطاطس انا اشرت البطاطسايا وقطعتها مكعبات وسلقتها عادي محطتش عليها اي حاجة خالص فاتسلقت معي من خدتش وقت خالص بس سلقتها كويس جدا واول ما نزلتها من النار هرستها كويس ابي فاتهرست معي بكل سهول خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده هبايبي خلاص اهي عجنتها زي ما انتم شايفين وبقيت متجنسة تماما هبتدي بقى اه اعمل لها اه صوابع او كور زي ما تحبوا برضو ازيب الطبق وهجيب بس الطبق فيه اه معلقة زيت علشان الكفتة ما تلزقش في ايدي اهي على خفيف كده وهيخد جزء اهي تتصبع معي بكل سهولة الشكل اللي تحبيه بقى حباك كده او حبايا نبططة بالشكل ده بالشكل اللي يعني انا هعملها كده اهي طمام بالشكل ده وهرصها في الطبق ده هنزيت على خفيف وهيخد برضو جزء او قطعة اهه بايحة بايبي بايما انتوا شايفين كده هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وارجعلكم بعد ما خلصت الكمية اللي معي هجيب بقى البيد والبقصمات عراديية زي ما قلتلكم وهبتدي اخد اه يستحسن تحطيها في التلاجة اه نصف ساعة قبل ما تحطيها في البيد والبقصمات يستحسن اه هنزلها وهيبتدي اخطها عنه وصمات بالشكل ده بالشكل ده هرصتها بقى بطبق وهيخد واحدة تانية اهي برضو على اتملناها بس لستة طرية شوية ما حاطتهاش في التلاجة ولا حاجة فمش مسكة نفسها قوي فبتعمل معي بالراحة لكن لو سبتيها في التلاجة نصف ساعة وطلعتيها اشتغلتي بيها هتلاقيها متماسكة ومسكة نفسها خالص اهي بس عادي حتى لو شكل البهدل بتاعها اهي هنعدلها كده عادي بكل سهولة اهي وهرص برضو هنا هخلص بقى كل اللي معي بنفس الطريقة وارجع لكم خلاصي حبيبي اه خلصت الكمية اللي معي هحطها بقى في الفريزر نصف ساعة وبعدين نقليها مع بعض عشان تبقى متماسكة وما تفكش منك في الزيت يلا بقى نحمل الكفتة مع بعض بعد ما سبتها نصف ساعة في الفريزر بصوا بقت متماسكة خالص بصوا تمسكت جدا معي وان شاء الله ما تفكش بقى في الزيت هطيت الزيت يسخل اه 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 اخينا هو معي هحط بقى الكفتة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا التونة مستوية والبطاطس برضو مستوية فمحتاجين ان احنا نديها لوم مش هنسويها يعني ولا حاجة اهي 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 هسيبها بقى تاخد لون دهبي حبيبي خلاص اخدت لون دهبي زي ما انت شايفين لونها حلوة قوي احبت اغمائها عن كده اوكي براحك انا بقى حبتدي اطلحها على مناديل مطبخ اصفيها من ازيت الزيت وابعدين هقدمها واجهها لكم وده شكلها حبيبي بعد ما خلصت اقدموها بقى بالشكل اللي يغيبكو واللي يريحكو انا عملت معاها سلطة بابا غنوج وطماطن كده متقطع ويعيش ويتقفيه طحينا وبسلطة يعني طعمها حلو جدا وتغير كمان عن الشكل المعتاد بتاعنا يعني نغير شوية في الاكل ونجدد منه ويفرق معناه كتير ان شاء الله جربوها وتعجبكو وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب واشوفكو على خير في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة